في الفيديو اللي عوضة حنجرب مع بعض أحدث موديل مجاني تماماً من شركة ميتا الشركة المالكة لفيسبوك والإستجرام واللي أفيراً دخلت سباق الزكاة الاصطناعي ده الفيديو الموديل اسمه ميتا اي اي فيديو ممكن عن طريقه تعمل فيديوهات والصور بالزكاة الاصطناعي مجاناً إلى البال وفي الفيديو ده حواليك إزاي تستخدم الموديل ده خطوة بخطوة علشان تعمل بيه فيديو طويل بشخصية ثابتة وبالصوت العربي تماماً زي الفيديو اللي انت شايفه حالياً أهم حاجة ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير الموديل اللي احنا نتكلم عليه النهاردة من شركة ميتا شركة معروفة مالكة الفيسبوك ميستو الرئيسية انك ممكن تعمل بيه فيديوهات إلى الآن بالمجان تماماً والهدف من الفيديو نحن نعرف نستغيل الأداء دي في ان احنا نعمل فيديوهات طويلة وبالصوت بالعربي أول حاجة هتدخل عن موقع ده ميتا.اي هتعمل تسجيل دخول بحسابك على الفيسبوك أو الانستجرام مبدئياً لو ضغطت على ديسكيفر هتجد فيديوهات أخرى صنعها أشخاص آخرين بنفس هذا الموديل لو عجبك أي فيديو منهم ممكن بمنطقة البساطة تضغط عليه ثم تضغط على ريميكس علشان لو حابب تعمل زيه ممكن تستخدم نفس الصورة ونفس الأمر فيطلع لك فيديو شابه ده بالزبط لو احنا عايزين نعمل فيديو بصورة بتاعتنا بمنطقة البساطة هنلغط على كريت دي طبعاً أمثلة كتير أنا كنت عملتها بنفس هذه الأداة عندك في الديالوجي اللي تحت ممكن تعمل صور وممكن تعمل فيديوهات وإلى الآن غير معروف حدود الاستخدام يعني أنا عملت كل الأمثلة دي وما طلبش مني أي اشتراك فاحنا هنجرب مبدئياً ان احنا نعمل صورة ونحركها ونحاول نطول المشهد ونركب عليه صوت هنختار من هنا image هنختار المقاس اللي احنا عايزينه سواء كان مقاس طولي أو عرضي 16-9 بالعرض من هنا ممكن تغير شوية في الاعدادات فتديك نتائج مختلفة وممكن كمان في حالة الصورة تديله صورة شخصية من عندك عشان يحاول ان هو يعمل زيها فأنا مثلاً اديت صورة زيدي الفنانة عدل الإمام وكتبت بالعربي بمنطقة البساطة راجل مصري يمشي في الشوارع القاهرة عمل لي أربع اختيارات لو في صورة منهم عجبك مثلاً أنا عجباني الصورة دي لو ضغطت عليها بيديك اختيارات تانية زي مثلاً ان انت تغير الستايل بتاعها من استايلات كتير موجودة عندك هنا أو تعمل عليها أي تعديلات لو حابب كمثال لو اخترت اختيار روبوت زي ده عمل لي أربع اختيارات ده الأول وده التاني والتالت والرابع لو انت في صورة منهم عجبك هتضغط على السهم اللي فوق ده وتضغط على download طبعاً في اختيارات تانية ان انت ممكن تشارعها على كل وسائل التواصل بتاعت نيتا لو حابب لو افترضنا ان انا عايز احرك الصورة دي فعندك هنا اختيارين animate أو custom animate animate هيعمل هو فيديو من الصورة على مزاجه من غير ما ياخد اي تعليمات مني وده هيكون شكل الفيديو النهائي طبعاً الفيديو مفهو الصوت ولكن الحركة فيه سالسة وجميلة وسريعة يعني frame per second يعتبر 25 فموديل يعتبر جيد جداً طبعاً في اختيار تاني اسمه add music لو دوست عليه ممكن تحط مقاطع موسيقى على الفيديو ده ولكن هاو مش بيولد لك موسيقى بالذكاء الاصطناعي دي مقاطع موسيقية جاهزة طبعاً ده لو حابب وزي ما قولنا في اختيار تاني اسمه custom animate لو دوست عليه ممكن تكتب انت الامر الا عن طريقه حيتم التحريك فمثلاً انا هكتب رجل على شكل ريبوت يتحول الى سوبرمان وتبدو على وجهه ملامح الشر وادوستانيميت ملاحظة صريعة جماعة ان الفيديوهات ما بتاخدش وقت طويل يعني زي ما انتوا شايفين ده الوقت الفعلي اللي بياخده الفيديو تقريباً عشرين سانية ده الفيديو التاني يعني جيد والحركة كويسة ولكن في حاجة مهمة انا كنت كتبتها في الامر ان هو بيتحول لسوبرمان وده ما حصلش بس لما جيت كتبت الامر بالانجليزي اداني النتيجة اللي انتوا شايفينها دي وهي نتيجة جيدة جداً فعلاً الراجل الربوت بيتحول لسوبرمان في شكل ترانسفورمرز طبعاً اي فيديو من دول لو عايز تعمله داونلود بتضغط على العلامة دي ثم بتضغط على دوللود طيب بافتراض ان الفيديو ده هو اللي عجبني وانا عايز اكبر زمنه من خمس ثواني لاكتر من كده عشرين سانية او اكتر اعمل ايه؟ عندك كزا طريقة اول طريقة انك ممكن تاخد سكرينشوت او لقطة من اخر فريم او لقطة في الفيديو بتاعك وتبتدي بيها المشهد التاني نعمل ده بمنتهى السهولة ازاي؟ عن طريق برنامج المنتاج بتاعك او عن طريق موقع ده اللي هسيبه لك في وصف الفيديو هتختار من هنا الفيديو بتاعك او اول مشهد عندك ايه اللي هو الفيديو ده وبعدين هتيجي عند اخر لقطة في الفيديو وتضغط على تيك سكرينشوت فبالتالي خد لقطة من اخر مشهد من الفيديو بتاعي ممكن تعمل لها دولود من هنا وده شكلها صورة عادية ممكن نبتدي نعمل المشهد بتاعنا التاني عن طريق اللقطة اللي احنا اخدناها هضغط على تيكة نقطة دول واقول له conversation هضغط على create واختار طبعا فيديو وادي له الصورة بتاعتي وحكتبله في الامر مثلا يتحول زيو الى سوبرمان اثناء المش مثل فيلم المتحولون ثم animate طبعا الفيديو زي ما انتم شايفين رائع جدا بيتحول زيو الى سوبرمان بشكل جميل جدا زي فيلم ترانسفورمرز بالزبط ومحافظ على نفس الشكل بدرجة كبيرة الطريقة دي يفضل ان انت ما تكررهاش اكتر من ثلاث مرات لان اكتر من كده وش الشخصية بتبتدي الملامح بتاعته تتغير طب انا عايز اعمل فيديو طويل اعمل ايه انا كده كبرت زمن المشهد خليته بدل خمس ثواني خليته خمس وشر ثانية ممكن ابتدي بقى المشهد اللي جاي لمشهد تاني خالص وده ممكن ان اعمله عن طريق موقع جوجل AI ستوديو هدخل على aistudio.google.com وعلى موديل نانو بنانا اديته صورة الشخصية بتاعتي والصورة الاصلية للفنان عدل امام وقلت له غير ملامح الوجه في الصورة الاولى لملامح الوجه في الصورة التانية بالفعل عمل كده ثم بعد كده طلبت منه ان ملامح الوجه تكون جدة والخلفية مثلا معبد فرعوني فدي مثلا صورة اللي حصلت عليها من موديل نانو بنانا هعمل لها انيميشن او تحريك بنفس الطريقة ودي كانت النتيجة قلت ان انا عايز الراجل يبقى ماشي في المعبد ده وهو عمال بيتكلم ومبتسم طبعا نتيجة رائعة جدا الموديل نفسه امكانياته في التحريك جيدة جدا وطولت زمن المشهد خمس ثواني زيادة بنفس الطريقة اللي شرحناها الخطوة اللي هي خطوة تجميع مشاهد الفيديو بتاعتنا في فيديو واحد نقدر نعمل ده عن طريق اي برنامج منتاج انتو بتفضلوه انا هنا مثلا بستخدم كاب كات ثم اضفت كل مشاهد الفيديو بتاعتي على التايم لاين عايز بس وريكو ثلاثة الحركة في التنقل ما بين المشاهد يعني ده اول مشهد بص كده لما بتنقل ما بينه وبين المشهد التاني تحس ان ما فيش اي فرق نفس الكلام التنقل ما بين المشهدين دول بصوا انت حاسس كأنه فيديو واحد ما فيش اي تقطيعة في الفيديو وطبعا شكلها هيبقى احسن كمان لما تعمل اكسبورت للفيديو النهائي هتحفظ الفيديو على جهازك في حالتنا هنا احنا عاملين خمس مشاهد في خمس ثواني يعني كبرنا زمن الفيديو لخمسة وعشرين سانية كمان باستخدام كاب كات او اي برنامج منتاج اخر انا سجلت الديالوج اللي هتقوله الشخصية بصوتي عايزك ايضا تحفظه كملف منفصل صوت فقط وما تقلقش هقولك في الخطوة الجاية ازاي تقدر تغير الصوت ده لصوت عادل امام وعلى عشان نقاري الصوت هنستخدم الموقع ده weights.com تقدر عن طريق تستنسخ الصوت او تغيره موقع ده كنت شرحته بالكامل في الفيديو الزهر قدامكم على الشاشة هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو هتضغط على explore models ممكن في البحث تبحث عن موديلات جاهزة يعني مثلا لو كتبت عادل امام ممكن يطلع لك موديل جاهز زي ده تقدر انك تستخدمه او ممكن ان انت تدرب موديل بنفسك والموقع حاليا في الخطة المجانية بيوتاح لك تدريب موديل واحد في الاسبوع وكل ده شرحته سابقا في فيديو نسخ الصوت لو في بحث الموقع كتبت كلمة عادل هيطلع لك موديلين لعدل امام الموديل ده ادى معايا نتائج احسن هتضغط على use ثم next ممكن تسجل صوتك من هنا او تختار ملف صوتي من على جهازك من هنا ثم next القيمة دي كنا شرحناها قبل كده محتاج ان انت تزبطها بناء على طوقة صوتك عشان تديك نتائج احسن فمحتاج انك تجربها اكتر من مرة سواء انك تخليها خمسة او سالب خمسة مثلا علشان تطلع افضل صوت ثم create وده الصوت النهائي في الفيديو اللي عودة حنجرب مع بعض احدث موديل مجاني تماما من شركة ميتا طبعا ممكن يكون احسن من كده كمان لو انت اللي عمل الموديل بنفسك زي ما شرحنا في فيديو نسخ الصوت على القناة هتضرط على التلات نوات دول وتعمل download للملف الصوتي النهائي الخطوة التالية هي خطوة الليب سينك او تحريك الشفايف مع الكلام في الفيديو واللي فيها هنستخدم الموقع ده dream face هسيب لك الرابط في وصف الفيديو من القائمة الرئيسية هتختار avatar video ومن هنا هتختار الفيديو بتاعك هيظهر امامك في هذه النفذة ممكن طبعا تحول النص الى صوت او تستخدم الصوت اللي احنا حولناه طبعا ملف الصوت المفروض ان هو ما يزيدش عن 30 ثانية لو انت عايز تعمل فيديو اكبر من ده يبقى لازم تجزاه على اكتر من مرحلة ثم هتغط على generate لو انت حفظت الفيديو مباشرة على جهازك هيطلع عليه علامة مائية كبيرة علشان تعرف تشيلها هتعمل الاتي هتضغط على الفيديو عشان تطلع لك النسخة المكبرة منه ركز معايا هتقف بالماوس بتاعك برا نطاق الفيديو وتضغط بزر الماوس اليمين ثم انسبكت وبعدين هتضغط على الزرار ده وتعلم على الفيديو او تقف عليه بهذا الشكل هتلاقي شكله اصبح مظلل هتضغط عليه هيختار لك في الكود حاجة اسمها فيديو هتيجي عند كلمة src هتدوس في العنوان اللي جوه مرتين هتاخد copy للعنوان ده كله ثم paste في نفذة جديدة ثم enter علشان تحفظ الفيديو عندك معلاش ممكن تكون الخطوات دي صعبة بالنسبة لبعض الناس ولكن لو عدتها وطبقتها خطوة خطوة هتلاقيها سهلة جدا وده طبعا الفيديو النهائي بدون علامة مائية زي ما انتو شفتوه في اول الفيديو في الفيديو اللي عاوضة هنجربت مع بعض احدث موديل مجاني تماما من شركة ميتا خطوة اختيارية ممكن تعملها وهي تحسين جودة الفيديو ودي حتكون عن طريق موقع ده topaz labs حساب لك الرابط في الوصف هتعمل عليه حساب مجاني هتختار الفيديو بتاعك ثم بتضغط على upscale بعد ما بيخلص تحسين الفيديو طبعا بيبان لنا الفرق واضح جدا اللي عليمين هو النسخة المحسنة واللي على الشمال هي النسخة الاصلية طبعا ممتاز جدا topaz video upscale يعتبر افضل اداة لتحسين جودة الفيديو موجودة حاليا لو عايز تكمل في النسخة المجانية ممكن تعمل اكتر من حساب خطوة اخرى اختيارية وهي اضافة مؤسرات الصوتية للفيديو وده حيكون عن طريق الاداة دي من موقع 11 labs بالاداة مجانية بنسبة 100% ولا تحتاج الى اشتراك هتضغط هنا وتديله فيديو بتاعك هو حيشوف الفيديو ويبتدي يعمل لك اربع اختيارات لمؤسرات صوتية لهذا الفيديو خلينا نسمع مثال طبعا نتيجة رائعة حابب تحفظ الملف الصوتي بتاع مؤسرات الصوتية هتضغط هنا علشان تحفظه على جهازك وافتكر دايما ان انت لما تيجي تستخدم مؤسرات الصوتية في الفيديو بتاعك توطي صوتها بدرجة كبيرة علشان ما نضغطيش على صوت الشخصية في الفيديو العاصلي وفي النهاية ده مثال بسيط من الفيديو بعد اضافة الكلام بالعربي ومزامنة حركة الشفيف ومؤسرات الصوتية زي الفيديو اللي انت شايفه حاليا اهم حاجة لا تنسوش الاشتراك واللايك والشير طبعا حابب اوضح لكم ان الطريقة دي تقدر تستخدمها مع اي اداة اخرى لعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي مش شرط 100 اي اي واللي انا عملته ده كان مجرد مثال بسيط لكن انتو بابداعاتكم تقدروا تعملوا حاجات احسن من كده بكتير بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة واتمنى انتو تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو لا تنسوش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير محتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد بازن الله